قال دكتور ناجيب لرئيس النيابة قلت تقدم طلب تضامن الابتماعي عشر سنة الولد وقلت له أنا أعتقد أقدمه بس أترفض قال لي ما تروح بكرة قال النهاردة الناس محترمة لا لا الناب العام ده مش رسل زيه إنسان عظيم إنسان لا يعرف التمييز ولا أي إنسان إنسان بكل معنى الإنسانية بكل معنى الإنسانية أنا أشكر المستشار حمادة الصاوي النائب العام الجليل الذي يؤكد دوما معنى الإنسانية والوطنية والعدالة وحدثه الدقيق ويؤكد دوما أن النائب العام هي الصون الحقيقي والحماية الحقيقية والضمان الحقيقي المكتمر مصري صحيح دائمانا وأشكر معنى المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني في عشان ما غلطش بس في الأسناء في مكتب النائب العام وأشكر معالي المستشار العظيم البحام العام لنيابة شمال القاهرة المستشار أسامة سيف الدين وأشكر المستشار رئيس النيابة أشرف الأزهري والمستشار عبد الحميد بيت وأكد شكري وتقديري الذي بلا نهاية إلى فضيلة الإمام الأكبر صحيح الدكتور رحمد طيب على هذه الفتوى التي حسمت خلافا كاد يودي بفتنة كبيرة جدا جدا صحيح وعلى فكرة المشاكة الأزهر هي طبقة الشرع السليم والإسلام المعتدل الوسطي الذي نفهمه نحن يميع كمصريين وقضت على كل شطط وكل تجدد وأشكر الدكتور فضيلة الدكتور شاوي علام مفت الجمهورية بفتوى الجميلة أول أمس كانت رائعة جدا جدا وأشكر الدكتورة نيفين عثمان رئيس المجلس القاوم الأمم الطفولة وأشكر المستشار صبر عثمان المستشار القانوني للمجلس القاوم الأمم الطفولة بتقول لي بس كده لا بداية ونهاية وأولا وثانيا وأخيرا والمليون فقامة الرئيس عبدالفت ساح السيسي الرجل العظيم الذي لا يعرف سوى المصريين وإنسانية المصريين الذي عايز أقول ليه الرجل ده يعني ما بينهبش لازم يطمئن على كل المصريين رجل عظيم أنا بشكره فقامة الرئيس بشكرك جدا 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 ربنا يديك الصحة ربنا يطار في عمرك ربنا يخليكنا مصر والسيدة انتصار السيسي العظيمة كونسون طيبين صحيح ده الحقيقة كنت يعني بودي إنه أؤكد على شكره صحيح